فيديو جديد مع بروديو جديد من شركة Amphoenix في بداية الفئة المتوسط Amphoenix Hot 20S نبدأ على بركة الله السلام عليكم كنا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير محبابكم في قناة IRTEK UNFO ومحبابكم في فيديو جديد وبرديو جديد كيف ما قلناه الاخوان وكيف ما نشوفه من الانتخي ديال الفيديو معنا هاتف بداية الفئة المتوسطة اللي هو Amphoenix Hot 20S نيون ايديسيو كيف قد تلاحظوها الاخوان سنعرفوا على المميزات ديال هاتف العيو والسلبيات دياله كذلك سنشوفوا حتى التمن دياله واش يقدمنا قيمة مقابل السعر واش الواحد السهل يشريه ولا لا بلا منطول عليكم الخوط لأول مرة كيشوف القناة تتقابن ويفعل زر الجرس بجدي ما تصلوا بالجديد ان شاء الله ونبدأوا الانبوكسين ديال الهاتف نشوفوا ليزاكسيو اللي كي يجيونا معه واش ام فينيكس ما زالك تحصافض بنفس ليزاكسيو اللي كتجيب مع التليفونات كاملين هاتش اللي غدي نتعرفوا عليه اول حاجة كنشوفه هنا البواتي الديزاين دياله ان فينيكس ووطفان اس نيون اديسيون كيف ما كتلاحظوا من بعد الاخوان من بعد دفع اللي ولا سوف يسقطوا القاوة الكارت ونسبح لك في المحالات بسم الله واول حاجة هنا يقل القاوة الهاتف سوف يرجعون له من بعد هنا يوجد لبراه كي نشبدو كارت سيمو كارت مموار هنا يدالي السيمال مع الدولار ومعروف شركة ان فينيكس هنا يوجد البواتي التليفون سيليكون كيف ما كتشوفه هنا يوجد قابل الشحن يوجد لبراه الهاتف ان فينيكس دي ما كتحصاف به اكسسوار اكس باقي الشركة اللي ولا وحتى الشارجور يحيدهم من البواتي وهنا يوجد الشارجور ديالهاتف هدو ما اللي اكسسوار الذي يجونا مع الهاتف دابن دزول تصميم دياله وكيف ما كتلاحظوا معنا هنا اخوان ديزاين ديال ان فينيكس هوط 20 اس صار حسن تصميم رائع و اول مرة تشوف الهاتف كتير انتباه ديالك له الى شتيت التليفون من البعيد فكيبالك مصنوع مزاج لكنه مصنوع من البلاستيك مضطر دياله وحتى الحواف من البلاستيك كيف قتلاحظوا هنا شكل ديال الكاميراس وشكل جديد الكاميراس هنا يوجد بارز مضطر ديال التليفون كان ثلاثة ديال الكاميراس مع فلاش في مصط كيف ما قتلاحظوا تموج ديال الالوان فشكين عكس في الضم وهنا يجب ان فينيكس بالنسبة الوزن ديال التليفون 200 وجود الكرام وبالنسبة السمك دياله 8.5 ميلي متر اما بالنسبة الالوان المتوفرين في الهاتف كان ثلاثة كان نهر البيض و كان الكحل دياله و كان الزرق اذا نرى شكل ديال الهاتف من قدام كيف ما تشوفها الاخوان شركة ان فينيكس اعتمدت على الشكل الجديد بالنسبة القاميرا ديال السيلفي على شكل النقطة مدمجة في الكرو و بالنسبة للحوال ديال التليفون لا تغلظون بكثير اذا رأينا الهاتف من الفوق لا تقلقى واحدة حاجة لدينا بلاس الكارت سيمو كارت ميموار اما من تحت الهاتف فقلقى مدخله 3.5 ميلي متر ميكروفول مكالمات مدخل شحن تيوب سي و هنا سماعات الخارجية هنا سماعات استيريو امام الهاتف لدينا اضرار تحكم في الصوت و زر تشغيل مدمجة مع الغصمة كيف تلاحظوا على الاخوان هذا التست صراحة ضغياكة الساجب لا ترغبوا معها مشكلة اما هذا الاخوان سوف نرى الشاشة الهاتف و نرى المواصفات بالنسبة للشاشة هنا فجأتنا بحجم الصفة 378 بوس حجم كبير الناس الذين يعجبون بالتليفون فهذا التليفون مناسب لكم من نوع EPS LCD بدقة Full HD Plus 1080 x 2460 بيكسل و يصل عدد بيكسل 390 بيكسل بالنسبة للشمس فالإضاءة طالعة تصل إلى 500 نيرز كذلك لا نسوي بالنسبة للشاشة فتحديد الشاشة هناك يصل إلى 120 هرتز و ستعطيك 1 ثلاثة و خفافة و ستلعبه مرتاح و كيف نرى و هناك 1 صفة ألوان فيها مزيانين و واضحين و خاجتنا من EPS LCD لكن الضيقة لا أما هذا سنتظروا النقطة للأداء الذي كان هناك في الهاتف و هناك شركة انفينيكس اعتمدت على البروسيسور من ميدياتك هاليو الجيس ساو تسعين معمارية 12 نانومتر و معالج رسومية اسمالي الجيس ساو تسعين هذا البروسيسور رأينا في انفينيكس مطمش الجيس ساو تسعين اللي بزاف دلناس كتتقلب عليه ولكن قليل في السوق و شركة انفينيكس دارتو فات تريفون جديد الهوطفان اس هذا المعالج سيعطي أداء مخير خصوصا للناس ديال لجيمنج سيتلعبوه مرتاحين و لا ينجل لك اما بالنسبة للسيستم الهاتف فجناب اندر و 12 كيف ما تشوفه بواجهة انفينيكس XOS و 12 هذه الواجهة لخيفها ان فيها بزاف ديال الاشارة اما بالنسبة للرام والستوكاج فالاتف جانب 8 جيجا في الرام كان هناك استنسيات الرام كيف يمكنك تزيد في الهاتف احتل 5 جيجا من الستوكاج و 4 جيجا في الرام و كيف يمكن الهاتف 13 جيجا في الرام هذا اللي سيساعد التليفون اعطيه اداء مزيان و خط تزير على التليفون وتخلي بزاف ديال طبيقات محلولين او لا تكون قصر فالتليفون سيخدم مرتاح إذا جينا نظر على البطارية الهاتف فالهاتف هنا بحجم بطارية كبير 5000 ميلي امبار إذا استخدم ديالك عادي فستطيع التزير معك حسن الدوجور بلما تحتاج الشرجها أما إذا استخدم ديالك مكتف فستطيع التزير معك النهار بلما تحتاج الشرجها أما بالنسبة لفرش شرج الهاتف يأتي ب 18 وقت والشارجور يأتي مع الهاتف في العلبة كما رأينا في الامبوكسين أما دابل فهنا ندوزول الكاميرا بالنسبة لكاميرا هنا اعطناها 3 الكاميرا الأساسية جاءتنا بضيقات 50 ميجا بيكسل تحتاجها 1.6 وبالنسبة لكاميرا الثانية والثالثة جاءتنا بضيقات 100 ميجا بيكسل وحدة ديال الماكرو وحدة ديال الفيديو أما بالنسبة لتصوير الفيديو فتوصل الهاتف 2K 30 fps كذلك تصور لنا 1080 30 fps أما بالنسبة لكاميرا السيلفي فجاءتنا بضيقات 8 ميجا بيكسل كذلك تصور لنا الفيديو 1080 30 fps نخليكم الإخوان مع بعض الصور من هذا الهاتف لكي نحكموا على القالة ديالو نحكموا على القالة التجربة ودائب الإخوان نحكموا على المقطع الأخير المهمة كذلك وهي الثانية الهاتف بالنسبة لكي نرى المواصفات التي ترى هاتف وليس كذلك 8 جيجا فرام ومعناه 8 جيجا فرام ومعناه 8 جيجا فرام و128 جيجا فرام الستوكاج والتي تتذكير كتوصل الى الرام حصل 13 جيجا قدر ما بين 2150 درهم و 2300 درهم كيف لاحظتها الاخوان بالنسبة المواصفات صراحة في مواصفات زوينين النقطة الوحيدة الاخوان اللي غد نشير لها كو كانت شاشة دياله اموليد غدا تكون شاشة متكاملة ويكون هاتف متكامل لكن الاخوان جاتنا غير ps lcd بدقة full hd plus ومنسوش الاخوان فالبروسيسور هنا يجيس سو تسعين صراحة بروسيسور ماضي وغادي اعطيك افضل اادة الصوت استيريو الكاميرات مزيانين لدينا الباتريه حجم بطارية الكبير مع الفاش شارج 18 واط بالنسبة لاتشي كامل الاخوان بهذا الثامن هذا فكنظر انه ثامن مناسب لان باقي المنافسين في هذه الفئهة عندهم قل من هذه المواصفات وبالنسبة لان فينيك سموت ماجيس سو تسعين اللي عنده نفس البروسيسور لكن زيد في الايقرون ديال تليفون فالثامن دياله طالع شوكي يدير تل الفين وخمسمائة هذا اللي كان الاخوان فبالنسبة الرأي شخصي ديالي هاتف كيس صحق الشراء لان فيها مواصفات مزيانة صراحة يجينا حتى بـ 8 جيجا فرام وبالنسبة لاتلي عندهم هذا البيت جي هذا فكن نصحكوهم بهذه هذا اللي كان الاخوان في هذا الفيديو فضل مراجعة لا تبخلوش علينا بلايك والبرتاج مع الاصدقاء باش الفيديو طلع البزافد للناس وكل شيء سافد كذلك حتى حنا نصام الروف الجديد معكم ودائما نكتشفوه تبارك الله عليكم والاخوان السلام عليكم